اشتركوا في القناة يقول السؤال في هذا الموضوع مرحبا أنا الجازية أكد قرأتم عني في نص أنام من ذهب في كتاب القراءة وتعلمون مدى حبي لفن صناعة الظربية فهو فن أصيل ورثناه عن أجدادنا واليوم أنا بحاجة إلى مساعدتكم في هذه الظربية التي أمامكم فساعدوني بإكمال تلوينها بأجمل الألوان أريد تلوين الضوائر بالأزرق والمربعات بالأخضر وتلوين الشكل الكبير المتواجد بالوسط بالأصفر الجوانب التي تتواجد فيها الضوائر الداخلية بالأحمر أما المستطيلات واحدة بالأزرق وأخرى بالأحمر بعد التعرف على التعليم أي المطلوب وتعرفنا على أي لون نلون كل شكل وقبل أن نرى نموذجا ملونة لهذه الظربية ستجدون إن شاء الله هذا النموذج لهذه الظربية الغير ملونة في القناة سوف أنشرها على شكل صورة يمكن لكم طبعتها من أجل تلوينها أما الآن لنشاهد هذه الظربية وهي ملونة إذن كما يظهر لنا أمامنا في هذا الشكل الظربية ملونة حيث الضوائر ملونة بالأزرق أما المربعات ملونة بالأخضر والشكل الكبير والمتواجد في الوسط لونناه بالأصفر أما الجوانب التي تتواجد فيها الظوائر الداخلية يقصد هذه الجوانب الملونة الآن بالأحمر أما المستطيلات ابدأوا من حيث تريدون حيث تلوينون مستطيل أحمر وآخر أزرق بهذا وصلنا إلى نهاية هذا الاختبار الذي أتمنى أن يكون واضحا ومفيدا لكم في الأخير لا تنسوا الاشتراك على قناة التلميذ المتميز وإلى اللقاء